سمعت عن الصحفي اللي يطلع كلام عن احلام والله جليل حيال هذا ولا عشو قلكم لا تصدقون مو كل صحفي صحفي الصحفي اللي يخاف على اسمه هو اللي يكون عنده ذمة الصحفي اللي ما يألف عن الناس الظلم ظلمات يوم القيامة مو عشان رتويت ويزيد عدد متابعينه وتنشهر على حساب حد حرام لانه خاف سبحان الله طلع قرار من 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 تحت جابه فظلم المره اشوف مره وحده لما هددتك ان بترفع عليه قضية طلع لا الخبر مو مو صحيح مره وحده ما تستحون والله ما تستحون وانتا تقوّلون على مره ما ظرة تكون في شيء كله عشان ما تبتسوي وياك لقاء كيفها ما تبتسوي لقاء حين انا شخص ما يبي يسوي اياي لقاء الشي اللي ضغينة ليش كيفب والله جمال مو غصب مو غصب يعني انا دعيت لمياء طارق ولمياء طارق في برنامجي قال ايام نقصب عدم نزعاج مو ايام كشف حساب قالت لي ما اقدر حطي وعي راسي بس انا ما له يعني لم ياء انا حتى ما سويت له لقاء صحافة فهي من العساس ما يعني ما تندمج مع اسلوبي على راسي ما رح تطلع عليها اشاعات ما رح تسويت عليها حملة ما تشذبت ما 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 واحد يخاف الله انسان ما طيق بابع عشان قال له لا في موضوع ما ابي اسوي اللقاء بالشغلة الفلانية اشي اللي ضغينة ليش مو غصب الفنان لما يكبر يصير عنده يصير عنده ادد من الصحفيين او الاعلاميين او البرامج يتعامل معاهم يكون ثقة يعرف انه كلامه ما يخور لما انا سوف يعني اللقاء هذا مع الصحفي الفلاني في الجريدة الفلانية في المجالة الفلانية ما يغير كلامي حريص على علاقته فيني ما رح يضرني فانا هنا يعتق فيه وفي ناس لا مو كفوا اروح اقول له كلام يكتبوا الكلام ثاني فانا ما خلاص احط عليه اكس ما بيتعامل معه مو مجبورة انا اتعامل مع كل شارع الصحافة يعني ما ادري شون شذي ندري انه نفس وما سواها الهمها فجورها وتقواها الله حط الفجور قبل التقوى بس يعني انت هم عندك مخ تحكم هلا ندوش يا عمري هلا ندري لايلا فيكم انتو الزين فيكم وحواليكم لا والله شكده وطن ما رح تفتح قل كم جمال مرة ثانية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا